ازايكم عاملين ايه? اهلا بكم فيديو جديد ومعاقاتكم القناة واليوم مهمة جدا. وحلقة مهمة جدا جدا جدا. هنشرح ازاي هنسجل في البنك ده. وازاي هنفعل ونأكد تفعيل الحساب بتاعنا. وازاي نأكد بيانات الحساب بتاعنا. آآ البنك ده مهمة جدا 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 جدا. ومن خلال الاستراتيجيات اللي جاية ان شاء الله هتقدر تمسك دولار في ايدك. ايوة من خلال هذه المنصة هتقدر تمسك دولار في ايدك. مش تحويل في دفون كاش مش اي محفظة الكترونية ولكن دولار من البنك من خلال بانك بريفكت ماني فاصل بسيط ونواصل. انا وسهل بكم من جديد وعودة بعد الفاصل طيب الخطوة الاولى اللي هنعملها ايه في المنصة? باتجه الى كلمة اللي هو تسجيل الجديد او الخطوة هتعملها في المنصة دي. بعد كده هبتدي سيفتح لي الصفحة الخاصة بالسين اوب بالشكل ده كده. وهتلاقي ابليكيشن هتملاقي الابليكيشن ده. هتكتب اسمك تمام. انت مثلا هنا هتكتب الاكاونت نيم. اه مسلا تكتب مسلا اي حاجة يا مسلا او اي حاجة. اه اسمك بيكون كابل. قالك الاولاني. اسمك بيكون ثلاثي في او ربع زي ما انت عايز. اه ولكن مسلا هنساميه ام اف ام او اي اه حاجة انت عايزها. اه طبعا بالنسبة للسيتي اللي هو المدينة هتكتب مدينة بتاعتك. والبلد اللي هي. تمام? وبعد كده البوستر كود. اه تمام? هتبحث على جوجل للمكان اللي انت متواجد فيه. وتكتب الكود. وبعد كده هتكتب الايميل. وبعد كده هتكتب الفود. لو انت عايز تكتبه ماشي ما كانش خلاص. اه بعد كده انت حسابك هيبقى نوعه هيكون بروسنال. تمام? وهتكتب البصورة بتاعك اللي هو هنا. ورطي بصورة. اه طبعا هتعيد ادخال البصورة ده تاني. وبعد كده هتكتب الكود اللي هو كود اللي هو ده. اللي هو الموجود في الكاباتش اليا. وبعد كده هتضع على كلمة. وبعد كده هتضع على كلمة. انا حاملة البيانات الخاص بي. وانا هسجل بنفسي في هذه المنصة. طبعا هنملك كل البيانات زي قدامك كده بالزبط. انا ماليت كل بياناتي وكنتولفوني بحاجة كلها. وكتبت الكود كمان الخاص بالكاباتشة. وبعد كده هندوس على كلمة اي اجري. اه وسترمز اندو كنديشن. وبعد كده هدغط على كلمة. اه طبعا عايز سايب بعدك ساييفة على الجهاز. مش عايز خلاص. وكده الدنيا بتكون تمام. اه تمام. فقال لك. اه طبعا وبيعات لي رسالة. قال لك شك ايو ايميل. انتو سأعطا كدسامعين الصوت على التليفون بتاعي. ان هو بعات لي رسالة. اه تمام على الهاتف بحيس يأكد الحساب بتاعي. اه طبعا قال لك هو ان بفكت اه تمام هنفتح الايميل بتاعنا ونشرك على الحساب بتاعنا ونأكد تفعيل الحساب من خلال اللينك اللي هيجي لك على الايميل. طبعا نفتح الايميل بمتاز سهولة والبساطة. بعد كده هتلاقي ان بفكت تماني بعت لك اهو يا جماعة. تمام. اه نفتح اه رسالة جات لنا على البيفاكت ماني. وادانا الاداك طبعا هنا بتاعك. تمام? تمام? وده رسالة اوتوماتيكية فالاي دي اللي هو ادهه لك هنحافظ عليه ونكتبه وهنسجله مع بعض. طبعا الرسالة بتاعة الاي دي احنا سجلناها مع بعض كده. انك هنتستخدمها بعد كده. وهقول لك تستخدمها في ايه? اه طبعا في بقيت رسالة هنكملها مع بعض كده. قال لك ان انت ممكن تعمل فاندنج اوبشن. يعني اعملت الاداع. الريق بالاداع من خلال حاجة بسميها وهو التحويل البنكي. من خلال بانك وسطة يونيون. والماني آآ جرام. وطبعا في حاجة حاجة اسمها ايه آآ تمام? وبيقبل حاجة بسميها الكاش دي بوزيتس. ولكن في دول معاينة زي روسيا واوكرانيا والامارات المتحدة. آآ وتركيا. وبلد اسمها مولدوفا وآآ جورجا واهران. آآ ده بعد الدول اللي بتدعم الكاش دي بوزيتس. آآ طبعا احنا مش هنستخدم الكاش دي بوزيتس خالص. ولا هنستخدم في الاداع هنستخدم وسيلة تانية. هنوضحها في الفيديوهات اللي جاية ان شاء الله. حاجة بخلاف الحاجات دي كلها. والحاجة اللي هنحول من البنك ده. آآ والحاجة اللي هنستخدمها آآ طبعا هي موجودة عندنا كلنا. آآ تمام? هقول لكم عليها في الفيديوهات اللي جاي عشان نعمل الاداع في منصة البنك. آآ ده بعد كده نيجي طبعا الاحساب بتاعنا تاني. هنيجي بعد كده الخطوة التانية هنضح حكمة هتكتب الاي دي بتاعك اللي هو اللي تسجلت به في الاول والبصوات بتاعك اللي تسجلت به. وهتلاقي تلقائي الجهاز بتاعك حافز الاي دي والبصوات بتاعك لو انت مسجلهم على الجهاز. بعد كده تكتب الكباتشة. وبعد كده تطبط على كلمة آآ دي بضعط عليها. بعد كده بدأ يحويلك الى الحساب الخاص بك. يبقى الاي دي اللي اتبعت لك على الايميل تحفز عليه. لان هو ده اللي انت هتدخل به. ده الاي دي اللي قطلت لك سجله وكتبه. تمام? طبعا لو انت وصلت معي الى هذه اللحزة. انت كده ما بوقع عليك. لانت هتبص على ايدك من كده هتلاقي كلمة الاكاونتات بتاعتك مش اكاونت واحد اكاونت في الساية. هتلاقي حساب دولار بتاعك. وهتلاقي حساب وهتلاقي حساب كمان اسمه ده حاجة اسمها آآ طبعا الله اعلم ده ايه? لسه مش بحاست عنها. ولكن اللي انا فاهمه ان عاملك حسابين. بيقوا العملة الصعبة. وده شيء بيكون مميز جدا. آآ حتى الان. هنجي بعد كده الى الحاجة المهمة جدا وهي موضوع التفعيل. تفعيل الحساب. ليه? انت ممكن تبعت فلوس من البفاكت ماني. ولكن هياخد نسبة عمولة بتكون عالية جدا. حتى هذه اللحزة. وبتسجيلك العادي وتفعيلك الايميل. هياخد بينك عمولة بتكون عالية جدا. ولكن علينا اللي احنا نفعل الحساب بتاعنا. نفعل بيانات الخاص بالحساب بتاعنا. وده هيكون من الاعدادات. عشان ياخد عمولة بتكون اقل. آآ طبعا انتم اولى آآ طبعا من فلوسها تتخصم في موضوع العمولة. آآ طبعا الافضل ان العمولة بتكون اقل. وده طبعا آآ افضل حاجة كلنا نعملها. فهنتجي بعد كده الى حاجة بنسميها اللي هي الاعدادات. الغط على الاعدادات. وبعد كده يبتاحتك صفحة التسجيل الخاصة بيك بياناتك اللي احنا عملناها مع بعض دلوقتي. وبعد كده الاكاونت آآ رغط على بمنتهى سهولة وبمنتهى البساطة. آآ طبعا منك حاجات معاينة جدا. آآ طبعا آآ اللي هي حالة الاكاونت بتاعك بيقول لك وقال لك زيو من تلاتة. هو طبعا عايزين نعملها تلاتة اف تلاتة. ولكن هقال لك اللي هو الجواز بتاعك او المتاعات الشخصية بتاعتك. وعايز حاجة بدل على عنوانك. آآ مسلا اصال الدفع الخاص بالنت او اصال الدفع الخاص بالهاتف. آآ او عقد منزل آآ اي حاجة في العنوان وتأكد على العنوان الخاص بك. وبعد كده رقم التليفون بيتفعل في حالة واحدة. انت ان الاولاني والتاني تمام بيفعل رقم تليفونك وده الحاجة التالتة. وبالتالي هيسمح لك باتنين دلوقتي. وبعد ما آآ شوفه ويعمل للبيانات اللي انت قدمتها وقبلها. هيطلب بينك تفعيل التليفون بتاعك. لو متابدتش مش هيطلب بينك تفعيل التليفون بتاعك. فانت هنا هتيجى على الجوز بتاعك او بطاقة الشخصية بتاعتك. هتاخد منها وتفعيل هنا تعملها وهتيجى على اي صدر انتك بتفعيل خاصة آآ طبعا بالقمعة بتاعتك وبعنوانك وحاجة كلها في بياناتك. آآ طبعا هتعمل منه وبعد كده هتعمل وتعمل للموقع. انا هعمل الكلام ده وهوضي لكم بعد كده. آآ ولكن قبل طبعا ما نسجل وقبل ما اشتغل خلي بالك ان واحد ونص ميجا. يعني متى مش لحاجة فوق الواحد ونص ميجا مش هيقبالها المنصة. آآ خلي بالك من الحاجات البسيطة دي. آآ طبعا انا حاملها بياناتي وهوضي لكم بعد كده. طبعا بعد ما اخدنا سكينشوت ارغط على كمية. بعد كده منصة اتحملها قال لك وبعد كده بنقطع كمية اوكي. بحنا كده بعطنا البيانات بتاعتنا فهنلاقي ان آآ قال لك بندنج. وهتلاقي الادرس آآ طبعا في البندنج. وطبعا بعد الاتنين ينجحوا وبعد كده هيقول لك اعمل الفون او لقيت الفون بتاعك. بس هيستنى البندنج ده الاول. آآ طبعا بعد ما فعل حسابنا هنقود اليكم ان شاء الله. يمكن بعدها بشوية بعت لي قال لك و هو كده آآ قبل. آآ طبعا الحاجات اللي انت قدمتها. يبقى انت كده حسابك اتفعل على منصة طبعا المنصة بعد تفعيل الحساب فاتحال الحساب دولار اللي هو الحساب الامريكي. فانت عايز تصحاب هتضغط على كلمة هتلاقي عندك وسائل ساحب. آآ البانك كوية يا جماعة. هو ده التحويل البانكي. انت هيكون عندك حساب بالدولار سواء اي بانك عندك في البلد. وبتيت تاخد الايبان بتاعك وبتيت انك تحطهم واسم البانك بيكون صح. خلبيك من الحاجات دي كويس جدا. او هتغلط. تمام? وبتطلب بعد كده موضوع البانك كوية. يبقى افضل ما تحول فلوسك على فودافون كاش? تمام? ممكن تحول تحويل البانكي على حسابك بالدولار. ومن اي مكان هتقدر تصحب الفلوس بالدولار وتمسكها بيدك. وده فايدة البانك اللي هو. آآ طبعا اتمنى تكون وضعت لكم كل شيء بالتوفيق طبعا للجميع. والسلام عليكم وحتى الله وبركاته مع السلامة. اشتركوا في القناة